يا من أدفتم المحتل الغاسب رغم الحديث عن تقدم في المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة تقول الحركة إن الاحتلال ما زال يعول على قدراته الاستخباراتية في الحصول على معلومات عن جنوده المحتجزين لدى المقاومة أملا في تحريرهم دون دفع الثمن المطلوب وهو إخراج أكبر عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حماس بتطلب التمن بتحط معيير أول حاجة السجون الذين أمضوا فترات طويلة في السجون كبار السن أصحاب الأمراض المزملة أصحاب العهات التي استجدت وبالتالي في أولويات أعدة وسطاء دخلوا على خط الاتصالات بين حماس وإسرائيل ألمانيا وروسيا ومصر ظروف الطرفين إحداث اختراق عملي قد يمكن إسرائيل قريبا من معرفة مصير جنودها مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الأطفال وكبار السن فهذا التوقيت الحساس إسرائيليا لحاجة بن يمين تنياهو لإنجازات تحمي موقعه السياسية كما يقول محللون وحماس التي ترغب في تحسين الوضع الإنساني لقطاع غزة قد يعجل بالبدء بالخطوة الأولى لصفقة التبادل الخطوة العملية الأولى لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل قابة قوسين أو أدنى وأنها ستنفذ عشية عيد الفطر السعيد ستكلل بالإفراج عن الأسرى الأطفال وكبار السن وهذا مطلبا ليس مستحيلا عند نتنياهو لدفعه في هذه المرحلة على صعيد حركة حماس ستستفيد داخليا هناك من لا زال يشكك في نوايا إسرائيل الحقيقية حول التوصل لاتفاق في هذا الوقت فالمفاوضات طويلة ومعقدة خاصة في ظل مطالبات حماس بالإفراج عن أصحاب المحكوميات العالية ستة أعوام احتجزت فيهم حماس الجنديان هادار جولدين وشاؤل أرون خلال حرب 2014 وإسرائيليان أحدهما من أصل أثيوبي دخل القطاع بطريقة غير شرعية سواء كانت صفقة التبادل الجديدة في الوقت القريب أو البعيد فإن الأسرى وعائلاتهم يعولون عليها لإعادة لم الشمل والبدء في حياة جديدة خالية من منقصات السجان الإسرائيلي نفي نسليم الغد غزة فلسطين